ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حجم الأغذية المهدرة عالمياً وفقاً لتقديرات منظمة الفاو بلغ 1.6 مليار طن من مراحل الانتاج الأولي ويبلغ إجمالي هدر الغذاء الصالح للأكل 1.3 مليار طن وأضاف مركز معلومات مجلس الوزراء أن الأمم المتحدة تقدر العواقب الاقتصادية المباشرة لهدر الطعام بنحو 750 مليار دولار سنوياً بينما تقدر البصمة الكربونية لهدر الطعام بنحو 3.3 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفينة المنبعثة في الغلاف الجوي سنوياً وتمثل انبعاثات الميثان من مدافن النفايات أحد أكبر مصادر انبعاثات الغازات الدفينة من قطاع النفايات